رح يظل عندك الامور تمام والهدات طربيا كبير الجميع مشاكل محاكي جيملوب بعد تحديث 3.4 طبعا اخوان هذا الفيديو رح اكون مزبط لك الامور ان شاء الله مية بالمية بس ركز معي بهذا الفيديو وبوعدك انك رح تشوف اداء مختلف على جهازك وعلى لعبة بوبجو موبايل بشكل كامل متكامل تابع معي هذا الفيديو يا سطوري حتى تستفيد السلام عليكم يا سطيخ اتمنى تكونوا بصحة جيدة معكم زيادة والسموكر من قناة متسابق للعب ورجعنا لكم اليوم يا سطير بمقطع جديد واسطوري وبناء على طلبكم انتو هل جميع مشاكل محاكي جيملوب وخطوات مهمة لازم نسويها كل ما بدنا نيجي للعب لعبة بوبجو موبايل على محاكي جيملوب رح نسوي خطوات جدا مهمة وانا بوعدك يا سطوري اللي انت بتشاهدني لأول مرة او المتابعين الاسطير اللي بشاهدوني حياكم الله جميعا طبعا رح تحل ان شاء الله كل المشاكل وسير عندك للعبة سلسة مليون باذن الله طبعا الخطوات رح نسويها جدا اسطورية فتابع معا هالفيديو وركز معي اذا طبقت الخطوات بوعدك رح تشوف اداء مختلف بشكل كامل سواء محاكي جيملوب او جهازك اتمنى يا صديقي اذا والمر تشوف القناة تدعمني باللايك الاسطوري وتشترك بالقناة وتنظم لعائلتنا الاسطورية تحياتي لكم طبعا اخوان ما حنطول عليكم بالفيديو خلينا نبلش لكن حابا اقول لكم ان احنا كل يوم بس على التيك توك باذن الله طبعا منعمل سكريمات تم افتتاح السكريمات والبثوث على السكريمات ان شاء الله هتكون على التيك توك وطبعا ايضا على اليوتيوب رح يكون معكم اخوكم المانيا طبعا ما حنطول عليكم بالفيديو حبابي قلب خلينا نبلش خلينا نبلش بالشرح بما نطول عليكم ان شاء الله حبابي قلب لكن اول شيء لازم نسوي نعمل نقطة استعادة بحيث انك انت ما حبيت الشغل اللي انا حسوي لك ايها هلأ تقدر ترجع عليه لكن تبه مهم اي لك ان شاء الله بعد ما انت تعمل استعادة للنظام ممكن انه محاكي جيملوب ما يشتغل معك لازم تنسحه مرة ثانية وترجع تنزله من اول جديد فعشان تكون فاهمين الصورة يعني شو بيصير معكم بحيث انه يكون الامور ان شاء الله كلها تهم بك واضحة امامكم حبابي قلب خ tomamash都anfoval產 كلما نروح البحث هون ونكتب فصغلين زين ما انت شايفين بطلع لك في هذا الشكل كلما علينا انه نروح نضغط على كلمة اخذ نعمل تبع سي الموجود في التضغط علي بهذا الشكل بكلما عليك تضغط عن كلمة وتسمي اي اسم بدك اياه مثلا جي ار زد مثلا جيمينج مثلا اي اسم بدك اياه ثابت يضغط كلمة بلش يعمل لك ايش نقطة استعادة زين ما انت شايف التضغط هيك صار عندك نقطة تستعدى. طيب في حالة انا ما عاجبني ما اعجبني الشغلات اللي انا رح سويها هلأ هون. كل ما اضغط على كلمة وراح يظهر عندك بهذا الشكل. طلع عندك هذا الاشي انه انا عمل من قبل. فبتضغط طبعا هنا لنا ثلاثة زي ما انتم شايفين هاي خلصناها. هاي انضافت معنا. بتضغط وبتعمل وراح يبلش يعمل معك يعمل الجهاز معك لحاله امورك تمام التمام. وهيك ترجع على النقطة الاستعادة اللي انت قبل ما تشتغل هذا الشغل. علو الحكي مية بالمية. لكن مشكلة بالمحاكية جيملوب ممكن انه ما يشتغل معك. فضلورة انكم تنتبهوا لهذا الاشي. طبعا انا جربتها يا اخوان. يعني سويتها من قبل وبرضو المحاكية عندي بطل يشتغل. يعني ما يضلوا يعد زي ما انت شايف لحوار جيكم. عشان تشوفوا كل شيء يكون واضح امامكم حباب القلب. عشان يبين انكم ان شاء الله كل شيء حباب القلب زي ما انتم شايفين هاي راح نفتح المحاكية. وما راح يفتح معنا. وضلوا يعد على تمانية وتسعين للمية. فانه لازم هلا امسح المحاكة. عنا اشي جديد ان شاء الله راح تشوفوه. فخلينا نبلش باول اشي طورنا كثير. اه تضغط على تايمز. هاي اخوان من بيطفي لك كل الخاص باي برنامج بدك اياه اللي انت ما بتحتاجه. يعني الشغلات البرامج الخلفية الشغلات الثانية متصفحات اللي بتسحب من الرامات بشكل كبير. كل ما عليك انك تطفيها مثلا. الجي هوب ما لازم نطفيه طبعا عشان هو سوفوير للماوس. الاستيم مثلا ما في داعي ان يضلوا شغال. فانت بتشيل علامة الصح عليه. اه الشغلات اللي مثلا هاد السوفوير تبع الكيبورد ما بخليه زي ما هو. عندي مثلا جوجل كروم راح اشيل منهم. راح يطلب منك انك انت تشغل البرنامج تشغيل كمسؤول تضغط كلمة تضغط عليها بهذا الشكل. زي ما انت شايف برجع بفتح لي مرة تانية القائمة نفسها. فبروح بعلم انا على وين? على جوجل كروم وميكروسوفت ايد. وعلى مثلا هذا مثلا بديش يا يكون شغال تبع الخاص بالمنتاج. بنزل تحت بشوف شو الشغلات اللي انا ما في داعي مثلا شغلها. لما يكون عندك بالاحمر هون هيك بكون بتستعمل كثير من الموارد للجهاز عندك. بكون لون احمر الاصفر. بكون يعني وسط مثلا. فمثلا انا بديش هذا الاشي يكون شغال معي. تبع المفهزيح تبعونا بسودات ما بديش يكون شغال. فانت بتختار الاشي انت ما لازم يعني تختار يعني الاشي ما في داعي انك انت تخلي فاتح مثلا زي عندك الستيم هاي السايلانت سيرفيس بتطفيها. البرامج الباقي هاي كل ياتها ما تلعب فيها. ما تقرب ولا اشي. وبس خلاص بتسكر البرنامج بهذا الشكل. هذا جدا راح يفيدك كثير انه ما يسحب من موارد للجهاز بالمرة. خلينا ندخل على هذا الملف خليتكم اياه خلكم كل شي راح تلاقوه بصناة طبعا هنا هلأ حاليا راح امسح المحاكة اللي عندي وراح انزل محاكة اكس. هلأ في كيف ممكن انه انا امسح المحاكة بشكل كامل. امسحه من جذوره. يعني ازا انت عشان تكون عندك الامور تمام تكون عندك مية بالمية راح امسح المحاكة من جذوره. طبعا بشكر اخونا جوع على الشغل الاسطوري اللي سوالنا اياه. راح نشرح بشكل جدا سريع. فاتمنى انكم تركزوا معي. نروح على تضغط عليه بهذا الشكل. وراح يطلع عندك تضغط عليه تشغيل كمسؤول. زي ما انتا شايف بقول لك تضغط اوكي. فبضغط على راح يطلع علي بقولي نضغط على رقم واحد ومنضغط زي ما انتا شايف هلأ بيدور لك على كل شيء اسمه بتعلق راح يمسح لك بشكل كامل متكامل. بتستنى هون عليها حتى يخلص على عم بمسح الملفات كلها. ما بيخلي ولا اشي لا ملف موجود بالسي ولا ملف موجود لمحاكة زي ما انتا شايف عم بمسح وبدور وبورجيك زي ما انت شايف مسك كل شيء حرفيا. بس بتضغط وهيك انت بتكون مسحة المحاكة من جذوره بدون المشاكل. طيب يا سموكر فرجينا انه انت ما بتكذب اش. نضغط على اه بارتشين السي. وين تمب راح تمب هون ما في ولا تمب زي ما انتا شايف. ها اذا شغل ما في راح. فجدا مسطورية هاي الحركة انك انت حيث انه ما تخلي عندك المشاكل الموجودة سابقة او انت دزلت محاكة اربعة وستين فبدك تمسحه من جذوره بتعمل طريقة هاي جدا مسطورية يعني هتفيدك كثير بشكل كامل. بس لازم اول ما ننزل محاكة لازم اسوي خطوة جدا مهمة. ازي كان عندي انا واس اس دي لازم اسوي خطوة جدا مهمة انه عشان يكون عندي الامور مية بالمية. فبعمل هون على في هذا الشكل. بروح على زي ما انتا شايف. عندي فيه عندي شغلات مهمة جدا فانا ما بديش انه ينزل ملف على على مما يؤدي انه الى يعني ما افتح اللعبة توقع تساعتين اللعبة تفتح معي بطء باللعبة استجابة بطيئة لانه عم معروف بطيء باستغراج الملفات او لما انت تطلب ملفات المعالج لما يطلب ملفات من اه عفوا يطلب ملفات من رح يكون وقت اطول انه. فالاسس دي رح تكون اسرع زي ما احنا عارفين. فانا احنا من بعدها بتعملها ما تخاف ما رح تمسح ما حمسك الشغلات اللي فيها بس انك انت بتخفيها او بتطفيه عشان ما ينزل عليه ملفات التيم. تضعط ياس. وهيك اختفى عندنا زي ما انتو شايفين. بكتب لي انه في شغلات عم بتتصور عليها. فانا هنعمل له خلاص ما هنطفيه. عشان انه عم بصور. فهمتوا علي? فالفكرة جدا مهمة عشان انا عم بصور فيديو عم منزل فيديو على قرس الدي. فهمتوا علي? خلينا ندخل على بنضغط عليه بهذا الشكل نعطي ياس نعطيه 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 وخليه ثبت معنا بهذا الشكل زي ما انتو شايفين. من الصفر يعني زي انك تسعامل نسخة جديد وبدأك تنزل رح تكون عندك الامور تمام التمام باذن الله يا صديقي. وطبعا اه يعني هاي الشغلات اللي انت ضروري تعرفها. طيب خلينا نبلش الآن بالشغلات الاسترية اللي لازم نسويها احتنا قبل ما ننزل محاكة رح نروح على طبعا من هم الشغلات اللي انت لازم تسويها تعمل اعدادات لنفيديا زي ما انت شايف رح يفتح معك في عندك الاجهزة ضعيفة والاجهزة المتوسطة القوية. طبعا بس كل ما عليك انك انت مثلا بدي انا مثلا الاجهزة المتوسطة انه عندي كارت تلاتين ستين فبرمي الملف بهذا الشكل بتضغط عليه اوكي. بعدها بتضغط وهيك رح نتطبق معك الادادات اللي انت اه يعني بدون ما تدخل عني رح يتطبق معك الادادات. تسكر هون ونروح علىنا رح تشوف كل الادادات اتطبقت معنا بشكل كامل متكامل. طيب زي ما انت شايف يا حبيب القلب هي يتطبق معنا الاعدادات كاملة بدون المشاكل. تمام? هلو الحكي. طيب نروح على الخيار الثالث رح نختار مش تأكد انك انت مش مختار وتختار الكارتل اللي عندك. هاي بالنسبة لنفيديا. وكمان اتأكد انك انت حاطت وتخليها على حتى لو بتلعب منظر ايبات انا بسوي نفس الفكرة. رح يضل عندك الامور تمام والهدات طربيا كبير. فهاي بالنسبة ل الاعدادات نفيديا يا شباب. طبعا انك انت تعمل للنت عندك شوف عندك دمج وهمي كل ما عليك انك انت بس تشغل على مثلا او ازا عندك نظام برضو كمان بتقدر تسوي. اي واحد في يوم تقدر تضغط على كلمة تضغط يس. طبعا هيك بيكون خلاص رست معك بس بتضغط على كلمة زي ما انت شايف. بنستنى هون ثواني. زي ما انت شايف هاي بيقول لك بس انك اعمل للجهاز ومورك تمامية. تمام بتضغط انتر. وهاي جدا مهمة لجماعة اللي عندهم دمج وهمي بشكل كامل. طيب مثلا انا عندي البينج عالي وبدي حاول انه اوطي البينج اشبك على اقرب دين اس موجود عندي او قريب علي. بادخد على بشكل كامل. فبروح بعمل للكاش تبع الدي ان اس. فبعمل الخيار هذا الثالث. بعدين بروح شو بسوي كل ما عليك تضغط على الخيار الثالث بعدين تعمل فاست دين اس. دور لك على اقرب دين اس عليك بحيث يعطيك بنج مرتب بدون امور تمام يكون عندك النت كويس وقوي. طبعا عادة بالوطن العرب بشكل كامل اني انا انصح انه مثلا انك تستعمل الجوجل دين اس لكن عليك كون كثير ضغط بشكل كامل فراح تحس كثير بدمج وهم في هاي المشكلة. ممكن انك تستعمل جدا كويس. انا بشوفه من اشي كويس لانه بكونش شابك كثير دين اس عليه. فانا اختاره. ما اختار جوجل. مثلا بدي اختار هاد. خلاص اختار وصارقنا هون اموره تمام تمام. نرجع على وراء على السريع. طبعا هون التنظيفات. ممكن انك انت تعمل باختصارات هاي. وممكن بالكلاش اه كاش كلينار تضغط عليها راح ينضف لك كل ملفات الكاش لحالها بشكل كامل. هاي الشغلات ضورية وضرورية انك انت تسويها كل فترة وفترة او كل يوم عشان انه يكون عندك الامور تمام تمام ما يصير عندك دمج وهمي. ما يصير عندك اللعبة يكون عندك اه تقطيعة باللعبة. شغلات ضرورية لازم تسويها اهي. اضلها شغالة معك اللعبة امورها تمام تمام فهي شغلات دورية لازم تسويها. عشان ضلوا عندك الامور تمام تمام. انا ما راح الف ادور معك. معك هي يحتاج معالج جدا قوي. يعني هلأ على التعديثات اللي عبنشوفها بابجي موبايل والتحكيثات جدا ضخمة والتفاصيل جدا ضخمة صارت فيها فمحتاج المعالج قوي يعني يعني يكون مش انه قوي مثلا هاي اندي قصدي انه يكون اخر ايشي مستوى لا يكون يعني متوسط بشكل كامل المعالج لانه المحاكي يعتمد بشكل كامل على المعالج ففكرة هاي لازم تفهموها كثير كويس هلأ نيجي للشغلات المهمة والاهم انه نزبط الويندوز ونزبط الاشكالات الاسطورية بالثلاث ملفات الرجسر للموشدين امامكم كل ما علينا نضغط عليهم بهذا الشكل نعطيه يس يس اوكي الثاني كمان نعطيه نفس الموضوع يس اوكي والثالث نفس الموضوع يس اوكي وهيك امورك تمام تمام هاي بالنسبة للشغلات اللي انت لازم تسويها وكمان نعطيكم الاشي الاخير عشان تكونوا فاهمين كل شي موجود هون زي ما تشايفين هون عندك هدول خاصين بالمعالج فلا انصح انكم انك تخليها هاي عشان ما يعني يعني يصير عندك مشاكل كل ما عليك انه مثلا انت بدك تقوي النت عندك انا مثلا هذا اللي مسويها انا زي ما انت شايف مخليها على هاي زي ما انت شايف ان يصحب يعني اعلى طاقة من الجهاز يوخد يوخد نت كثير عشان يزبط اندي الامور تمام وبرضو ازا كان عندك الكرت تبع الجهاز ضعيف ممكن كمان تخليها هاي اذا كان جهازك يعني مثلا كرتك كويس يعني من فئة العشرين والثلاثين ما في داعي انك تعلم عليها اذا كان عندك ستاعة ستين وستاش المهم من فئة الستاش ان تكون تقدر انك انت تعلم عليها والاقل من ذلك كمان تقدر انك تعلم عليها بهذا الشكل وبتضغط هون ابلاي وراح يطبق معك الامور تمام وفي عندنا البوستر تبع الجي ارزد هذا كل ما عليك انك انك انت تحطه هون هاد جدا مهم عشان نضف لك كشات الرمك لجو الجهاز او جو الماك عفوا فكل ما عليك انك انت تروح تعمله كوبي هيت بهذا الشكل تروح وين على ملف تمب وين من تحطه ملف تمب تضغط على تي اكس جيم بتروح على موبايل جيم بي سي شير تضغط عليها وبتحطه هون تعطيه بيس خلص وتسكر هاي طيب شو داك تسوي بهاد الحالة رح تدخل على المحاكي بشكل طبيعي وتنزل برنامج اسمه اسفايل اكسبلور تنزله من المتصفح موجود رح تقدر تنزله سهل الموضوع انك تلزله هاد ما في اي مشكلة يعني رح يكون جدا مسطوري معك بساعدك كثير هلا حوارجيكم شو بسوت لانا اختصارا للوقت يا اخوان كنت بجهز لكم كل شي كنت عم بستنى بس اشوف انه انتو شو حابين انه اززلكم فيديو هاد فنرجع لورا هون بهذا الشكل ورح تنرجع باك لورا زي ما تشايفين هذا هو اسفايل اكسبلور تضغط عليها بهذا الشكل زي ما تشايفين كل ما نضغط عليك الكسرة هاي هون بعدين بتروح على خيار اسمه داتا بعدينها بتنزل على خيار اسمه شير ون تضغط عليه زي ما تشايفين لقينا هون الجي ارز بوستر تضغط عليه بهذا الشكل انستول انستول وهيك يثبت معنا بنعطيه دل ونرجع لورا راح نشغله موضوع جدا سطوري دايما نسويها قبل ما تدخل اللعبة لازم تعمل تنظيفات وحب شكلات وسكلانتصات هيك حيث انه يكون عندك اللعبة سلسة فهم كيف يعني انت بالنهاية بتلعبها محاكة اعتقد يا اخوان راح اعطيكم فيديو سطوري ان شاء الله قادم اقولكم عن الشغلات الممكن راح تصير ان شاء الله وتوقعاتي يعني مية بالمية راح تصير ان شاء الله قريبا على محاكي جيملوب راح تصير فيه تغيير بخوف بين محاكي جيملوب فانتظروا مني هذا الفيديو باذن الله طبعا راح تظهر معك بهذا الشكل موضوع جدا سهير طبعا عشان بتكون عندك الايقونات هاي بشي مبينة لازم تحط مثلا منظور 2K ممكن عشان تحط 2K عشان يبينه معك الاعدادات كلياته لكن انا حافظهم الاعدادات كلياتهم فكل ما عليك تضعتها كلمة GRZ Driver Booster اعطيها ها done معا الجي ازير رام بتنظف لك راماتي الخاصة بالاندرويد المحاكي هلا حنشوف كيف فالبعد ما تنظف تستنى هكي ثواني وبتخلص معك شغلات ضرورية هاي تسويها يعني عشان تكون عندك الامور مية بالمية بدون اي مشاقك فانت بتحسس لما تدخل اللعبة هتتحس بسلاسة مليون تشوف حركة اللعب راح تشوف بتعلم خيار اسم السناب دراجون هاي بعدها بتختار اندرويد السبع لا تسعة وطبعا راح تختار الخيار هذا الثاني الموجود هون خلص هيك امور اجتمام تستنى هون بعطيك بليز ويت تستنى شوي هلا واحد يقول لي هلا حتى تبند ما ببند يا قلبي انا مستعمل وما فيش اي مشاكل اصلا انت بتدخلش على البرنامج بس تعملت انظيفات في البرنامج عشان تكون بالصورة فبتضغط على اي قولة بابجو موبايل استنى هون ثواني حتى تفتح معك اللعبة ركز معي موضوع جدا سهل بعدش الفيديو طويل لكن هاي الحلم تشاكل كلياتها بشكل عام عشان انت تستفيد منها استنى هون حتى تيجي معك الشاشة السودة وبتطلع مننا البرنامج بشكل كامل عشان انه اصلا لو دخلت عن طريق البرنامج ما رح يدخل بباوس فاهم شو الفكرة يعني الباوس عندك ما بيطلع يبضل برا الشاشة عشان تكون بالصورة استنى هون عليها ثواني حتى تخلص صارت الشاشة السودة بنرجع لورا بنرجع لورا بدخل على اللعبة بتشكل طبيعي من هون ما في مشاكل هاي بالنسبة للجرز بوست تمام اه اللهم صلى على سيدنا محمد صلوا عن النبي يا حبابي قلب طبعا انا احطت لكم كمان هذا برنامج جدا مهم عشان تعلي البرابتي الخاصة بالمحاكي بشكل كامل يعني تخليها بهذا الشكل اذا رحنا هون على بعدين رح تخليها بهذا الشكل هاي جدا مهمة رح تزبط لك شيء مبدانش حاولوا دائما لما تدخلوا تلعبوا تطفوا بدون اي مشاكل فانا حطت لكم كل الاوامر هون يا شباب حطت لكم كل شيء اللي انت بتحتاجه تمام هاي بالنسبة للبرنامج هذا انا جرحت عليه لكن رح اتخلوا لكم بشكل سريع لكن هذا البرنامج انا عندي اياه بس تعمله فنحن نسكر هون طيب زي ما انتم شايفين هتظهر معكم النافذة هاي كل ما عليك انك انت بس تحط الخيارات اللي انا حطت لك اياها بهذا الشكل هون تحطها بالمثلا اه نبلش بأثلا باندرويد امليتر اي ان مثلا ها هون هاي عشان تعليلك تعمل لك اياها هاي رح تعطيك اداء يعني جدا كويس بالجهاز فهل مثلا نعمل كونترول في وبتخليها هاي جو بتطبق نفس الادادات كلياتها بتضغط هون وخلاص ومور تماما وبتعمل نفس الاشي للباقي الشغلات اللي انت شفتها امامك هاي بالنسبة للجهازة بتعليلك البرنامج كثير كويس رح تير رح تفيدك بشكل كامل متكامل طيب نسبة لاخر اشي موجودة معنا هي الباور هاي جدا مهم يا اخوان جدا جدا دايما بلبح عليكم انكم تسوها دايما يا صديقي ما تتاكد انها ما تخليها بلانسة عشان ما تعمل لك هي اللي بتسوي لك والدامج الوهمي يعني انت خليها في شباب عندهم لا بتوبها كل ما عليك انك انت تشيل البطارية وتخليها عشان انت تقدر تلعب غير هيك رح يكون عندك مشاكل كثير فانصح بالهاي جدا نقطة مهمة والليها في اخير النقطة الثانية المهمة الثانية نروح على كل ما تيجي بدك تلعب تضغط على وتروح على وبتخليها على ثالث خيار وامورك تمام لما تخلص ترجع مرة ثانية تدخل على تروح على وتخليها على اول واحدة وامورك تمام التمام بدون المشاكل زي ما انتو شايفين نزل المحاكي هاي زي ما انتو شايف اخر اصدار مية بالمية نضغط على كيملوب وننزل بابتجي موبايل هاي اخوان بالنسبة لفيديو هال مشاكل كيملوب بشكل سريع اتمنى انه انا اكون فيتكم بشكل كامل يعني هاي الشغلات الضرورية انك انت تسويها حيث انه يصير عندك الادائي كويس والامور تكون عندك مية بالمية كامعكم اخوكم زياد او السموكر من قناة متسابق للعاب نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله موسيقى